قصة حرف الياء دخل المعلم يوسف قرفة صف الأول الأساسي فحيت طلبة وعرض ترك يد فسأله ما هذه؟ أجاب ياسر يد قال المعلم يد الإنسان نعمة من الله وما فائدت لها؟ أجابت ميس يأكل بها الإنسان ويكتب ويرسم قالت يمنى يحرص الأرض ويزرعها قال إياس يرمي الكرة ويحمل الناي يعزف أحلى الحان شكر المعلم الطلبة وقال وبهما يحمل الراية يص ويدافع عنها يصبح سيدا في وطنه ترجمة نانسي قنقر شكرا